سلام البنات كديرين لبس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك أن بزف ديال السيدات كينتظروا أنهم يكونوا أمهات كينتظروا بفارغ الصبر هاد اليوم هذا باش يديروا الإختبار ويكون عندهم إيجابي ولكن ما كيقدوش ينتظروا بزف كيبغيوا يعرفوا شنو هما الأعراض المبكرة اللي ممكن تبانع لهم واللي تقدر تدل لهم على الحمل يعني فور تلقيح البويضة شنو ممكن تشعر السيدة هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في هاد الفيديو بقي معياتها الأخير ولا عجبك الفيديو ما تنسينيش من تشجيع ديالك والدعم ديالك باللايكات وشكرا بزف لكم على الحب ديالكم للقناة وكذلك على المتابعة ديالكم للفيديوهات كيف ما كنعرفوا بأن السيدات من اللي كيخططوا للحمل كينتظروا وكيترقبوا في شغف وقلق معاد الدورة الشهرية في كل شهر باش يتأكدوا من خبر الحمل لأن العلامة المعروفة والشهيرة قبل إجراء اختبار الحمل هي تأخر الدورة الشهرية وكيتسألوا شنو ممكن تشعر السيدة عند تلقيح البويضة ممكن تشعر بتشنج خفيف يعني من إحدى العلامات المهمة والضرورية اللي كتدل على بداية الحمل هي التشنج أو التقلصات الخفيفة جدا بعكس تقلصات الدورة الشهرية وفي غير أوقات الدورة الشهرية يعني هذا التشنج الخفيف ستشعر به السيدة ستشعر بوخص خفيف في الرحم يشبه تقلصات الحيد لكنه خفيف بطبيعة الحال حيث هذا الأمر هذا كيتعلق بأن البويضة المخصبة كتتعلق في جدار الرحم كذلك بقع دماء داكنة ممكن تلاحظ السيدة نزول بعد بقع الدماء داكنة نتيجة لنغراس البويضة في بطانة الرحم ما كيجعل هادشي كيجعل السيدة يعني تخطأ وتعتقد أنها بقع دماء بداية الدورة الشهرية وهذا الأمر هذا كيوقعوا فيه بزاف ديال السيدات في الخطأ كيعتقدوا أنها من الدورة الشهرية وكيبدوا ياخدوا عدة أشياء مسخنة على أساس أنهم يهبطوا الدماء المحتبسة وهذا الأمر هذا خطأ جدا جدا لأن الدماء اللي كتكون متواصلة هي اللي كتدل على الدورة البقع البنية أو البقع السوداء ما تحاولش تشرب مشروبات ساخنة من غير إلا كنتي متأكدة ومتيقنة أنك ما عندكش الحمل وطبعة الحال الإفرازات البيضاء ممكن تلاحظ السيدة نزول إفرازات بيضاء من المهبل لون ديالها يشبه لون الحليب وكيرتبط ذلك بسماكة جدران المهبل اللي كتبدأ على الفور بالسماكة بعد الحمل يعني فور بداية الحمل تغيرات في التدي نظرا لسرعة تغير مستويات الهرمونات لدى المرأة عند حدوث الحمل يتغير أيضا شكل التديين فينتفخان ويصبحان أتقل مع ألم خفيف ويصبح ملمسهما أكتر ليونة وكذلك يكون واحد الغمقان حول الحلمة المحيطة بالسدي إعياء وذوخة يمكن أن تشعر المرأة بتعب شديد على نحو غير عادي بعد أسبوع واحد من الحمل مع زيادة الرغبة في النوم لفترات طويلة وكيتعلق ذلك بارتفاع مستوى هرمول بروجستيرون وانخفاض مستويات السكر في الدم وكذلك انخفاض ضغط الدم وزيادة إنتاج كمية الدم في جسم الحامل تغير درجة حرارة الجسم بزفد السيدات كيسولوا على درجات الحرارة عند حدوث الإبادة كتنخفض درجة حرارة الجسم ثم ترتفع من نصف درجة إلى درجة عن درجة حرارة الجسم المعتادة يعني كترتفع واحد درجة على الدرجة المعتادة دي الجسم حتى قدوم موعد الدوراء الشهرية وكيدل هذا الأمر على حدوث الحمل كترة التبول ستشعر السيدة بالحاجة لدخول الحمام بكترة وهذا الشي يحدث نتيجة لبدء إفراز هرمونات الحمل في الجسم الشعور بالصداع وتغير المزاج الشعور المتكرر بالصداع بسبب تغير الهرمونات بالإضافة إلى الشعور بالتقلبات المزاجية طوال فترة الحمل هذا الأمر هذا كيقلق السيدة وكتولي مزاجية أكثر ومائلة إلى الاكتئاب يعني كتولي السيدة كتشعر بواحد النوع من الاكتئاب وهذا كيدل على أن الهرمونات دي الحمل فأعلى مستويات ديالها الشعور بالانتفاخ التغيرات الهرمونية اللي كتحدث في الجسم خلال الحمل كتأدي لهذا الشعور بالانتفاخ وكتأثر على عمل الجهاز الهضمي هذا الأمر هذا كيقدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات وكتش كيمكن يظهر الحمل في الاختبار المنزلي بعد كم يوم يعني ممكن يظهر الحمل كيدهر هرمون الحمل في البول بعد أسبوعين من تخصيب البويضة ولكن خاص ضروري تكون يعني واحد الكيمية ديال الهرمون يعني خاصك تعتل الجسم ديالك الفرصة والوقت الكافي باش يطلع فيه هاد الهرمون ديال الحمل باش يبان عندك في الاختبار بزاف ديال السيدات كي ما كينتضروش يعني الموعد المحدد لإجراء الاختبار وكي يتسرعوا وكيدلوا الاختبار قبل تأخر الدورة وهذا الأمر هذا كي يعطي نتائج سلبية ممكن تكون خاطئة يعني ممكن السيدة تكون حامل في الأصل وتطلع لها النتيجة السلبية لأن الهرمون ما كانش كافي باش يعني باش يبان في هذا الاختبار المنزلي الأطباء كين نسحوا بإجراء اختبار الحمل المنزلي بعد مرور أسبوع من تأخر الدورة الشهرية عن موعدها يعني إلا كنتي متسرعة ويعني ما قد يجيش تسني حاولي تدريه بعد تأخر الدورة بأربعة أيام باش تحصل على نتيجة دقيقة يعني على الأقل ثلاثة أيام أو أربعة أيام من غياب الدورة إلا كنتي ما كتستطعيش كيف ما قلنا الانتظار أكتر من ذلك مع ضرورة اتباع التعليمات الإرشادية الخاصة باستخدام تحليل منزلي وكيعتمد مدى دقة نتيجة الاختبار المنزلي على بعض العوامل منها تأول انتباع الإرشادات الخاصة بالاختبار مثل استخدام البول الصباحي ماشي المسائي بعد الاستيقاظ يعني خاص تكوني بعد الاستيقاظ مباشر من النوم تخضي العينة دي البول أعزكم الله وتلتزمي بالوقت المحدد بالاختبار وكذلك خطوات إجراء الاختبار ثانيا خاص ضروري موعد انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم يكون واحد الوقت كافي باش تعطي الفرصة للجهاز أنه يعمل بطريقة صحيحة ثالثا وقت إجراء الاختبار بعد حدود الحمل خاصه يكون الوقت المضبوط اللي هو ثلاثة أيام إلى أربعة أيام بعد تأخر الدورة وكذلك رابع حاجة اللي ممكن أن تنجح يعني تنجح هذا الاختبار هذا مدى حساسية جهاز الاختبار والجودة دياله وكيف ما كان عرفه بأنه كين هناك أجهزة في الصيدليات كتكون بجودة رديئة يعني كيكون تمن ديالها قليل بزف وبالتالي كتقدر تعطي نتائج خاطئة وتكون الصيدة حامل في الأصل إذن حاولي تنتابه إلى هذه المسألة هذه حاولي تأخذ الجهاز بدقة وتختاره بعناية حاولي يكون جهاز يعني ماشي غالي بزف وماشي رخص بزف يعني يكون في المتناول ولكن يعني يكون حساس باش يقسلك هاد النتيجة هادي وكذلك حاولي تقرأي تاريخ مدة الصلاحية اللي كتكون في الجهاز لأنه ممكن السيدة تشري الجهاز ويكون قديم وما يعطيهاش النتيجة اللي بغا تشوفها وكذلك ممكن نعطيك بعد النصائح لأنه ممكن يكون الحمل ديالك من النوع الحساس فضروري السيدة خاصة توخى الحذر عدم حمل الأشياء تقيلة كثيرا خلال فترات ما بعد الإبادة ممكن يكون الحمل ديالك من النوع الحساس وينزل دون أن تشعر السيدة بأنها كانت حامل في الأصل ثانيا ضروري خاصة السيدة يعني عدم شرب المشروبات شديدة سخونة أو الاستحمام بماء ساخن باش ما تطريش سلبا على البويضة المخصبة وكذلك توخي الحذر عند الحركة تجن بعدم القيام بأي حركة عنيفة أو قفز أو جري باش تمر هاد المرحلة بسلام وتلتصق البويضة في الجدار الرحم خلال أسبوع من عملية التخصيب وإفراز وهرمول الحمل في الدم يعني هاد النصائح خاصة ضروري تلتزمي بها وتراجع الطبيب ديالك باستمرار باش تأكدي من الحمل ديالك هاد المعلومات هادة إذا درت بها السيدة فأكيد إن شاء الله هتبقى بويضة ملتصقة بجدار الرحم وغادي تأكد في اختبار الحمل أنه حصل عندها الحمل إذا كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنين الإعجاب ديالكم إلي عندكم شي استفسار خليوها لي في تعليق أسفل فيديو وكذلك دعموني بواحد اللايك إلي أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال وخليوا لي يعني شنو المواضيع اللي تبغيوني نطرحها في القناة باش نقدمها لكم إن شاء الله إلى اللقاء مع فيديو مقبل بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر